خلافاً لما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الحالية في العراق عن إغلاق مخيم للنازحين في كردسان العراق نفت دائرة الهجرة في منطقة كرميان إغلاق المخيم مؤكدة أنها تشرف على المكان بنفسها أعلان وزارة الهجرة والمهجرين الحالية يشي بوضوح إلى وجود تخبط حكومي واضح حيال ملف النازحين في العراق رغم تأكيد الحكومة الحالية على الضرورة حسم هذا الملف وتكثيف العمل الجاد والعاجل لعودتهم إلى مناطقهم إلا أن هذا يصدم بسيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق النازحين التي تقف حائلاً دون عودتهم إلى ديارهم يأتي هذا بعد أيام من صدور تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أكدت فيها أن هناك ما يزيد على 64 ألف نازح فالعراق شكلون نسبة 7% من مجموع النازحين الكليف في البلد يعيشون في ظروف سيئة جداً مشيرة إلى أن أكثرهم يتمركزون في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة المنظمة الدولية قالت في تقريرها أنه خلال المدة ما بين الجولة السادسة التي بدأت من كانون الثاني إلى نيسان 2023 والجولة السابعة التي بدأت ما بين أيار إلى آب 2023 تم تسجيل أكبر عدد للنازحين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية وصحية سيئة من جراء عدم الخدمات الأساسية لهم في أماكن نزوحهم في المخيمات في إشارة واضحة إلى مسؤولية الحكومة الحالية وسابقاتها عن تفاقم أزمة النازحين مطالبة بحلول مستدامة لمشكلة النزوح في العراق وذلك بتحسين ظروف المعيشة لتمكين الأشخاص النازحين من أن يتخذوا خطوات طوعية تجاه العودة لمناطقهم والاندماج مع المجتمع منظمات إنسانية وحقوقية أشارت إلى أن ملف النزوح في العراق شهدوا تفاقماً يوماً بعد آخر في ظل إهمال حكومي لملف لا يمكن حسمه دون أخراج الميليشيات من مناطق النازحين وسط متاجرة سياسية وحزبية لهذا الملف وكلها أسباب أدت بطبيعة الحال إلى تزايد معاناة النازحين المتفاقمة أصلاً موسيقى